بهجة غائبة وفرحة منقوصة مشاعر ألف العائلات العراقية مع حلول كل عيد عقب انتظارها منذ أعوام أن يلتئم شملها بأبنائها الشبه مغيبين داخل زنازين سجون حكومية تكتظ بثلاثة أضعاف قدراتها الاستيعابية نحو سبعين ألف معتقل بحسب إحصاريات حكومية وما خفي كان أعظم بحسب مراقبين أغلبهم زج به وفق تهم كيدية واعترافات باطلة انتزعت منهم تحت صياط التعذيب فيما يرزخ آلف آخرون بلا تهم كما اعترف بذلك رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد رغم أنه لا يجد حرجا في المصادقة على أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء والتي بلغت نحو مئة حالة منذ بداية العام الحالي بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية ومنها مرصد آفاد الذي تحدث عن تنفيذ السلطات الحكومية في الأسابيع الماضية وبواتيرة متسارعة عشرات أحكام الإعدام ضد معتقلين قدموا تظلمات تطالب بإعادة محاكماتهم لإثبات براءتهم من تهم نسبت إليهم ومن إعدام فردي إلى جماعي كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش وهو ما يشهده سجن ناصرية والمعروف بالحوت دون مراعاة الحقوق الإنسانية للمحكومين وفي ظل شوائب قانونية متفاقمة جراء نظام قضائي ابتلي بإرث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الإنسان أدت في المحصلة إلى الحكم بالإعدام على آلاف الأشخاص عقب محاكمات بالغة الجورة بحسب منظمة العفو الدولية إعادة المحاكمات ووقف الإعدامات أو إقرار قانون العفو العام الخاضع للمساومات والابتزاز السياسي مناشدات لطالما أطلقها ذو المعتقلين دون أن تجد صارخاتهم أي صدى داخل أركان المنطقة الخضراء وكأن تصفير السجون عبر الإعدامات هو الخيار الأنجع لدى السلطة لإنهاء أزمة اكتظاظها دون تكاليف مالية ترهقها أو ضمير لربما سيؤنبها